يا مساء الفل عليكم وأهلاً بكم وحلقة جديدة وبكل روح رقمي لقيتنا النهاردة مميزة وخاصة جداً لأنها فقرات مفيدة جداً أحب أفكر بس بعاش عاش عاملة معنا شغل كويس جداً فيديوهات جات لي كتير جداً هنزحها في الفصل النهاردة أشكر كل اللي بعتلي فيديوهات وأشكر كل اللي بعتلي فيديوهات تاني أنا عايز مصر كلها تقوم معي في حملة عاش أي حد بيمارس رياضة معينة بأي شكل كان يصور له فيديو صغير وبعتولي وهزوحوله وأي حد من بيمارس رياضة ياريت يبدأ معنا من دلوقتي أي رياضة بسيطة إن كانت جارية حتى أو أي رياضة يبدأ يصورينا فيديوهات ويبدأ معانا في حملة عاش خلينا أرحب النهاردة بالدكتور أحمد عبدالله شعراوي أخ الصائل علاج الطبيعي بمستشفى العسكري القوات المسلحة بالعجوزة هنستفيد منه كتير جداً كل ما يخص العلاج الطبيعي في الفكرة الأولى في الفكرة الثانية معي زميلي الإعلامي محمد عطية نجم برنامج دنيا الاحتراف وهنتكلم عن الأكاديميات وعودة البرنامج بشكل جديد ونورنا بك الله يخليك يا سيد محمد منور البرنامج ومنور قناة صحة وجمالك الله يخليك منوره بيك بكل اللي موجودين في القناة بكل روح رياضية وهنتكلم النهاردة بكل روح رياضية وطالما البرنامج بالعنى رياضي هنتكلم برضه علاقة العلاج الطبيعي بالرياضة بس خلينا خش الأول هو يعني إيه علاج طبيعي أصلا؟ العلاج الطبيعي هو من اسمه كده بيقولك علاج طبيعي يعني هو عبارة عن علم بيعالجك طبيعيا بدون ما تاخد أي أدوية الأدوية دي ممكن يبقى لها أثار جانبية زي ما كلنا عارفين إن معظم الأدوية لها أثار جانبية على المعدة بقى بتأثر على الضغط أدوية بترفع الضغط أدوية بتقلل الضغط أدوية بتعمل قرحة في المعدة هو بيغنيك عنده كله بيقدم لك العلاج بصورة مباشرة على المكان اللي بيقلمك أو المكان المصاب من غير بقى ما تاخد دواء الدواء دوت يلف في الجسم كله أنتوا علاقكم كله مفيش أي أدوية خلص؟ ولا في بعض الحالات دي بفي بعض الأدوية؟ بسيط جداً وبتبقى حاجات أدوية ملهاش أي أضرار جانبية يعني بنستخدمها مع أجهزة معينة زي الموجات الفوق صوتية بندخلها للعضو مباشرةً أو للمفصل مباشرةً أنا بتكلم عن علاق علاج يعني مثلاً إن كانت حبوب أو إن كان شراب أو إن كان حاجة بتستخدموا بعض الحاجات دي كده؟ ولا كل الشغل بالنسبة لكم؟ لا ما بنستخدمش أي أدوية خالصة؟ ولا مسكنات ولا لا 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 خالص بنعالج بحاجات طبيعية زي الكهرباء مثلاً زي الموجات الفوق صوتية زي الليزر زي التبريد والتسخين دي الحاجات اللي خارج الشغل الرياضي أو الشغل اللي انت بتعتمد عليه كبلياد كمانيا والتسراب يعني آه دي حاجات بتبقى مساعدة للشغل اليدوي وأياً كان لو شغل يدوي أو باستخدام الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي الليزر الموجات الفوق صوتية الألترا ساوند الكهرباء فهي الجزئين اليدوي أو الحاجات دي الأدوات والأجهزة دي هي برضو بعدك عن الأدوية علشان كده علاج طبيعي وهيعالجك هيعالجك 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 هتتعالج يعني مش هيسيبك إلا ما هتتعالج طيب لسه في نفس السؤال برضا طيب العلاج الطبيعي ده يعني مثلاً أسمع إيه ده دكتور أمراض قلب دكتور أمراض عيون دكتور أسنان دكتور العلاج الطبيعي ده خاص بإيه يعني لما أجأ أقول دكتور علاج الطبيعي ده ألي جزء في الجسم حلو حلو ده سؤال حلو العلاج الطبيعي خاص هو في كذا تخصص تمام تقريباً أنا أسألش على الأفراع بتاعت التخصص أنا مثلاً بتكلم على دكتور القلب وما بيتكلم عن الأوعاد القلب أو الشغل اللي بالقلب الدكتور عظام بيتكلم عن العظام والكسور أو دكتور العلاج الطبيعي خاص بأمن بالجسم كله خاص بالجسم كله نقدر نقول خاص بالجسم كله طيب ماشي يعني أنا حابب بس أوضح للناس أن العلاج الطبيعي عشان يعني فيه ناس كتير ما تعرفش العلاج الطبيعي بيدخل في إيه بالزبط ما أنا عايز أفهم المشاهدين اللي بتابعونا كده بلزبط أحنا برضو متابعين على فكرة فيه سلسلة للحلقات البرنامج أحنا بلدي الحلقة رقم أربعة العقل السليم في الجسم السليم صح؟ العقل السليم في الجسم السليم تمام السليم مشاركوا معنا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة أي سؤال يخص العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي بقى نفهم أو نوصله للناس للناس هو عبر عن إيه؟ حلو هي معظم الناس فهمة أن العلاج الطبيعي دوت خاص مثلا بالنسبة كبيرة أو بصورة كبيرة بالعظم بس لا هو مش خاص بالعظم بس العظم دوت قسم من أقسام العلاج الطبيعي أو جزء من الأجزاء اللي موجودة في العلاج الطبيعي اللي احنا بنشوفه بعد الحوادث مثلا بعد الحوادث بعد الكسور بعد الإصابات الرياضية بعد التمزق بعد الحاجات دي كلها ده الجزء الخاص بالعظم أو بالعظم فيه بقى حاجات تانية يعني فيه العلاج الطبيعي خاص بأمراض الأعصاب طبعا آه ده انت مثلا حصل جلطات في المخ عملت شلال نصف طولي حصل ده قدر الله قطع في الحبل الشوكي حادث من الحوادث عمل شلال نصف سفلي لقدر الله حادث هاخد من هنا سؤال يعني هل العلاج الطبيعي بيستخدم في بعض مش هقول الأمراض هنا هقول بعض المشاكل اللي بتقابل أي إنسان إن كانت عظام أو عضل أو الحاجات دي كلها ولا ممكن أستخدمه أو أتعامل بعلاق طبيعي وأنا إنسان طبيعي عادي ما بمرش بقى أي مشاكل ممكن أستخدمه وأنا إنسان طبيعي عادي مش شرط بأن أنا أحصل لي كسر أو جات لي جلطة أو الكلام أو ده كله أنا كإنسان طبيعي عادي أستفل يعني إزاي هروح ماشي معك ماشي أنا خليني بس أوضح للناس أقسم العلاج الطبيعي عشان برضو يبقى فاهمين عشان أنا شايف إن الحتة دي للأسف مش واضحة عندي ناس كتير والناس ما بتبقاش عارفة أروح لمين أروح لدكتور إيه أروح لدكتور أروح لمين فأنا عايز أعرفهم إن دكتور العلاج الطبيعي شامل قسم العظام شامل قسم الأعصاب وقلنا الأعصاب بقى بما فيها الجلطات وإصابات الحبل الشوكي اللي بتحصل في الحوادث سواء كان نصفي سفلي أو رباعي وفي حاجات تانية كتير زي العصب السابع اللي بيجي في الوش لو حصل أي مشكلة كل ده علىك طبيعي ده قسم الأعصاب يعني إحنا قلنا العظام والأعصاب عندي قسم النسا العلاج الطبيعي داخل في قسم النسا ومهم جدا في قسم النسا طيب أنا هروح لده بس خلينا ناخد الفصل بس يا وقل مساء الفل مساء الفل عليك يا وقل تحياتي لك وتحياتي لكل أهل اسكندرية سواء لك دكتور أحمد سؤالي اتفضل دكتور أحمد حرارة تقولي أن العلاج الطبيعي خاص بكل شيء في الدماءة طب أهلا بني هذا مثلا عندي كرش أعمل ليه في الكرش كرش آه عندك كرش تمام إحنا كده هنقش في العلاج الطبيعي في جزء التخسيز بقى يعني أنت دلوقتي اتكلمت في نقطة هنجاوبه عندك سؤال تاني واقل حبيبي تسلم اسمعني من التلفزيون طيب احنا قلنا الأقسام وصلنا لحد النساء والنساء ده عندي دي خط اه اتفاجئت من المكالمة دلوقتي بقولي أن العلاج الطبيعي دي علاقة بال بالكرش بالتخسيز آه بالتخسيز طيب نجاوبه على السؤال وبعد كده نخش عبوده النساء آه تمام آه طبعا هو بالنسبة للعلاج الطبيعي والكرش فأنت الكرش دوت بيبقى آه بسبب آه أولا آه أكل زيادة انت بتدخل لجسمك آه سعرات حرارية أكتر من المفروض يدخل للجسم آه أو من انت ما بتحرقش السعرات الحرارية بشكل كويس بشكل كويس تمام يعني ما بتمارسش رياضة بتسوي كده هو غير منصم في الأكل وغير رياضة بالزبط تمام بالزبط يعني فبالتالي بتبدأ بقى السعرات الحرارية الكتير اللي انت بتاخدها عن عن المعدل الطبيعي لجسمك تبدأ تتكون آه في منطق في مناطق كتير وخاصة منطقة البط ودي بتبقى السمنة المركزية أو السنترال أوبيزتي ودي بيبقى ليها مشاكل كبيرة جدا وخطيرة جدا لأن هي بتبدأ تكون من الدهون العلاج الطبيعي دروه ايه هنا؟ العلاج الطبيعي دروه هنا ان هو يبدأ يديك النظام الغذائي العلاج الطبيعي هو اللي بيديه النظام الغذائي؟ ولا هو بيروح لدكتور تغذية أو بيبدأ يمارس رياضة ويبدأ الدكتور العلاج الطبيعي ينصح لان راح لسؤال تاني اهم لا هو برضو علاقة الرياضة بالعلاج الطبيعي ايه؟ تمام تمام لا هو دكتور العلاج الطبيعي برضو اللي هو بيبقى متخصص في قسم التغذية بيفيدك وبيكتب لك النظام الغذائي المناسب ليك تمام معنا اتصال تاني طب نروح طيب تفضل يا احمد مساء الفل يا مساء الفل يا سيد محمد يا جميل منور الدنيا حبيبي تسلم ربنا خليك انت العنق جميلة انت عامل ايه حبيبي واغبارك ايه حبيبي قلبي الحمد لله كله تمام معاك احمد حشاد من الويه احمد حشاد ازاك اشيف عامل ايه؟ ازاك سعبت الباشا الله يخليك زميلي وزميل القناة مشيف الممتاز جدا احمد حشاد اللي وحشنا كتير وهينورنا قريب ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يا حبيب قلبي ان شاء الله انا اقول تسلم على حضرتك على الهوى لازم ارسلم عليكم على الهوى حبيبي تسلم تسلم يا احمد ربنا يخليك وما سأل فل عليك ما عندكش ايه سؤال في العلاجة الطبيعي؟ اه طبعا طبعا حبيبي قلبي مش اقدر افوت المناسبة جميلة دي اتفضل تسلم حبيبي باشا وكنت عايز اسأل الدكتور احمد ازاك دكتور احمد الله يخليك الحمدلله الله يخليك ماشي يا دكتور كنت بس بس أل حضرتك انا كنت اه يعني كان من يمتك من مثلا اربع ايام كده اربع ايام ماشي؟ معاك؟ اه انا كنت قاعد انا كنت قاعد كده وقعتني جدا والواجعة ده كان في الشمال كده في الرقبة من تحت من فوق كده في الشمال فاجعلته بعدها بيومين اندال في اليمين بكتف اليمين بقى ومسمى في تريعي اه هو الاول كان في كان في جزء الرقبة الشمال كان في جزء الرقبة في الشمال وبعد كده تحول لليمين اتحول لليمين بعدها بقد ايه؟ بعدها بيومين بيومين اثنين؟ اه يومين اثنين طيب انت بتقعد اعداد غلط يعني الالم ابتدى معاك ازاي؟ اذا انا سرخة كده في الرقبة تمام؟ والسرخة دي سمعت في في القد في كده بكتفي وفجأة رحت منقول منقول السرخة في الوجع في الناحية اليمين ونزلت على كتفي كده يعني نزل الوجع نزل على كتفي كده ايوة يعني السرخة دي جات لك وانت نايم وقمت الصبح حصل موضوع دوت؟ لا لا كنتش نايم ما كنتش نايم انا كنت سحيت من نوم عادي وفترته ودخلت في يومي عادي وفجأة كده انا اهد مع نفسي كده رحت عاملة كده مرة واحدة وانا بتتكلم وبالفي الناحية دي بالفي كده بالفي كده رحت سرخة مرة واحدة كده ما تعرضتش لطيار هوا ما تعرضتش لأي حاجة مرة واحدة كده ممكن عشان كنت اخدت دورش كده وخرجت مرة واحدة اه تمام طيب عندك سؤال تاني اوز احمد؟ ربنا يخليك يا باشا كسلا ما شيف ربنا يخليك وما سأل فل عليك طيب ده ايه؟ اه هو ممكن يعني يكون خد لطش تهوى بانه هو مثلا دخل خد شاور سوخني ولا حاجة وطلع في البرد مرة واحدة فده طبعا غلط جدا ما ينفعشي لان العضلات ممكن في الوقت دوت بتقفش تقفش مرة واحدة عادي تعمله قلم بقى على حسب بقى ايه انهي جزء هناخد من دهنا استشارة بقى طيب دي بتقابل ناس كتير على فترة خصوصا اللي بيشتغلوا قاعدين على الكرسي طوال اليوم التكيف في دهرهم يخرجوا برا في الهواء يرجعوا تاني الحل اللي ده ايه؟ او لو انا اصابت اصابة زي كده اسرح حاجة عاملها ايه؟ الحل من كده ان انت مش لازم تخلي التبريد تلاجة يعني التكيف ما تخلهوش تلاجة يعني حصل ان عضلاتك افشت والكلام دوت انت في البداية قدامك خيارين يا اما تتوجه لدكتور العضل يا اما تتوجه لدكتور العلاج الطبيعي دكتور العضل ممكن يفيدنا بحاجة زي كده بان هو هيديك هيكتب لك باسط للعضلات الادوية بقى قسم الادوية اللي هو ايه يعني خاص بدكاترة العظام هيديك باسط للعضلات الدنيا ارتحت معك خلاص يبقى تماما فيش مشكلة طيب الدنيا لسه مرتحتش معك او هديت شوية بس لسه فيه لا انا حسس بقلم هنا بقى تبدأ هيبدأ دكتور العظام يحولك لدكتور العلاج الطبيعي او انت من نفسك تقدر تتجه على طول دكتور العلاج الطبيعي ان هو بقى يبدأ يخش بقى في يشوف المشكلة يشوف المشكلة اه وفي نفس المشكلة برضو بعد سنة الاربعين عند السيدات او حاجة برضو ظهروهم رجلوهم المفاصل اه طب هل ده دي اسباب ترقومية مثلا من زمن ولا ممكن تبقى في حاجات وليدة اللحظة او اللي تنين هو اغلب الحاجات دي اغلب امراض الرقبة بتبقى نتيجة اشياء ترقومية ترقومية اه Till انا نحط بقى كده الاستة اه енно زي لي مثلا الاعدة الوضع الصحيح بتاهي طب الاعدة الوضع الصحيح هزك زينك بس ا ده الاعدة الوضع الصحيح آه الاعدة الوضع الصحيح انا مسلا اه لو اقد قدام للابتوب مثلا بتاعي او الكمبيوتر به هيا او اى حاجة فيمكن و لي وليدا طبعا يبقى اعلى الشاشة بتاعتي الكمبيوتر على مستوى عيني الاعلى طويل الكمبيوتر بيقى تحت كده وانا باب باس كده اه في اللابتوب او في الكمبيوتر او الموبايل او البي سي طبعا او الموبايل اه لازم اقاعد اللابتوب اعلى الشاشة على مستوى العين اقاعد المفاصل بتاعتي 90 درجة كلها كلها 90 درجة اه يعني الكوع بتاعي 90 درجة الجزع الجسم مع الرجل 90 درجة الركب برضو تبقى 90 درجة يعني لازم تبقى هسألك سؤال هنا اصلي مين هيفضل قاعد الوضع ده خمس ساعات او ست ساعات في شغل او بيخلص شغل في ساعة او في ساعتين على مكتب مش هتحرك لا يقعد انا افضل قاعد على كده ازاي يعني هتلاقي نفسك بعد فترة كده خدت وضع غلط تفكر نفسك وترجع تاني تزبط نفسك وتزبط البيئة اللي قدامك يبقى واحد القاعدة الغلط اه دي مشكلة كبيرة جدا وهي معظم سبب المشاكل بتاعتنا طيب تاني حاجة اه تاني حاجة اه بالنسبة اه للرقبة اه ان انا بقى ايه اه مش بمارس رياضة بانتظام رياضة اه اه لازم امارس رياضة اه انا لو بمارس رياضة اه اه طبعا هتبقى العضلات بتاعتي فيها مرونة عالية وهتبقى العضلات قوية الضغط العضل اللي فيها هيبقى قوي مش ضعيف هتبقى قابلة لتحمل اي وضع اي صدمة اي مشكلة ده الزب فهو ده طيب يبقى الرياضة اه ده بعديها ايه في ايه تاني اه طبعا ده بيبقى ضاغط على غضريف الرقبة اللي هي ممكن تضغط على اعصاب الدراع او ممكن تضغط لو كبيرة شوية تضغط على الحبل الشوكي وهنا بتبقى في بقى مشاكل يبدأ يقولك انا حاسس بتنميل في دراعي بعد فترة يبدأ يقولك انا حاسس بضع في دراعي اه طب اه 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 انا عايز اخد حتتين من دولك عشان عايز اوصل لحتة كمان اه الست اللي عادة في البيت اه في المطبخ في السخونية اه بتوطيك جيب حاجات بتشيل حاجات بتحط حاجات مركزة بتروأ في البيت بتعمل في البيت اه اه نصيحة لها بحيث ان هي مجيش بعد اخر اليوم تكون اه في مشاكل او مثلا بعد فترة من المجهود اللي في البيت ده بتوصل الارهاك ان كان عضلي او ان كان في الرقبة او ان كان في الظهرة او ان كان في اما كان نصيحة نصيحة يعني وياريت ياخدو بيها يعني اما طبعا ربنا معاهم طبعا الست مصرية يعني طبعا الست بتبزي المجهود غير عادي طبعا تربية اولاد وقتل وشرب وبيت ومذاكرة وحاجات مندي طبعا يعني ربنا يكون فعونهم بس انا بنصح النصيحة يا رب ياخدو بيها وياريت ياخدو بيها نصيحة لكل ست نصيحة لكل ست لازم تمارسي كل يوم ساعة رياضة مش هقول نص ساعة زي ما الناس بتقول عشان خطري خليها ساعة رياضة معينة ولا رياضة بشكل عام رياضة بشكل عام ابسط حاجة المشي امشي ساعة في البيت حتى مش هينفع في البيت انزلي في المكان اللي انت فيه امشي 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 ساعة بس المشي دوت بيشغل عضلات جسمك كله بيحافظ على وزنك بيخلي الحدق عندك مضبوط فيعني ايه بيخلي عضلاتي مش ضعيفة ايه تمارس رياضة اه وطبعا لو بدأت بقى ان هي بقى تمارس رياضة بقى وتروح جم وتروح كلام من ده ونادي وكده طبعا افضل كتير من ان هي بس تبقى ساعة ماشي يبقى اي ست اي ست لازم تمارس رياضة ساعة في اليوم ده هيفرق معها صحيا هيفرق معها جدا طب هيفرق معها تاني ايه غير المشاكل العادة الطبيعي او الفقرات الظهر او الرقبة وكلام ده هيفرق معها في حاجة تانية رياضة انا عاز اعرف مميزات الرياضة اللي هتمرسها كل ساعة برضه اخدها منها انت قلتني مرة بضغط والسكر والحاجات دي حلوة او معظم الستات عندنا وخاصة اللي هم بيولدوا كذا مرة يعني كذا مرة كذا فيه كذا نجواب على دي بعد ما ناخد هناء هناء مساء الفل مساء النور مساء النور اتفضلي تاني تاني كده عشان ما سمعناش من الاول طلعي السنين بتعبلي رجلي تمام تمام فكتبتك هذا مرة وقدني بيضبت قصولة وداني علاج كتير ومعمالش معاي ايناتي السن قد ايه؟ السن قد تلاتة واربيوت تلاتة واربيوت الوزن زيادة شوية؟ لأ وزنك قد ايه؟ طولك ووزنك؟ يعني فات ما كنت وزنة كان خمسة وثمانين خمسة وثمانين؟ اوه والطول تقريبا؟ هو الشكرة بس هو الوزن خمسة سوعة وحاجة زي كده عن الطول اوه اوه تمام بتسلق سواء؟ الوجع بتحسيه فين؟ في الرجبة قدام وورا في الجنب؟ لا بيحس الرجبة في الرجبة بيحس رجلي ما عنده الرجبة لغاية تحت كلها الاثنين واجعين اوه من قدام ولا من وره ولا من الجنب من بره؟ من كلها الاثنين الاثنين بيحس رجلي كلها واجعين بيحصل ورم او حاجة اوه مين دي في الرجل من تحت في الادم؟ لا خالي ما فيش اي ورم؟ في اي طبقا عتسة يا سؤال تاني؟ اوه في الرجلين الاثنين 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 ده حضرتك صح؟ اوه في الاثنين طيب ماشي ماشي اوه في عندي غدروف صغية ربعة وخمسة عندي غدروف صغية؟ اوه طيب تمام في غدروف في الظهر ربعة وخمسة اوه اي سؤال تاني؟ لا شكرا هل تتسأل في اي حاجة؟ لا لا تمام طيب اسمعينها من التلفزيون اوه تها 33 سنة وازل 85 طولها 180 بتعاني من مشكلة في الربعة ومتطلع السلم وعندها مشاكل في غدروف الظهر في الربعة وخمسة تمام هو غدروف الظهر في الربعة وخمسة دوت يعمل فعلا الالم في الرجل من قدام في الادم يعني الادم من قدام كده العضلة اللي بترفع الادم دي اللي هي مسكة بقى من اول الربة الحاد تحت الحد الادم تحت يعني ده السبب؟ اه ده هيبقى النصيحة او بتروح فين او تعمل ايه؟ النصيحة طبعا ان انتي هتتوجهي لدكتور العلاج الطبيعي يبقى دي حدث لك طبيعي؟ اه بالضبط انا ما قلتش ليه؟ تتوجهه الدكتور العظام لان يعني ايه؟ الدكتور العلاج الطبيعي هيبص عليك هيبص على الغضروف ده هل هو وسط؟ هل هو صغير؟ هل هو كبير؟ هيبدأ ان هو يدخل لو الغضروف دوت في المتوسط او صغير طيب؟ وكمان استاذين حريك رقم الدكتور احمد على الشاشة استاذينك لو هتتصل بيه بعد الهواء هتكون الشرح مطول شوية واي حد عنده استفسار في العلاج الطبيعي يتصل بالدكتور احمد بعد الحلقة مباشرة على الرقم اللي موجود على الشاشة انا عايز اذهل لنقطة مهمة عشان معاي خمس دقايق في الفكرة انت قلت لي مرة مصر كلها محتاجة استشارة طبيب دكتور طبيعي دكتور علاق طبيعي خب الزب انا اقتناعتي بالكلام بالرغم ان كان من الاول مثلا انا اروح لدكتور علاق طبيعي وانا اعمل حدثة او ادراعي مكسور او عندي مشكلة او عندي مش هروح لعلاق طبيعي اه مش هروح لعلاق طبيعي صورة الزهنية عند المشاهدين ان اللي هيروح لدكتور علاق طبيعي ده عنده مشكلة في ادراعه عنده مشكلة في رجلية عنده مشكلة في رقابته في مشكلة ما بيحس به وجهة نظر الدكتور هنقول لا ده المفروض اي حد طبيعي صغير او كبير يروح لاستشارة لدكتور اللي علاق الطبيعي ولما اتناقشنا في الموضوع ده انت عملت معي جلسة صغيرة كده انا حاسب بفرق فيه تمام تمام فعلا ممكن اي حد مننا يكون عنده مشكلة اه فاضح وماكونش اخبره مش عايز تقول ليه انا عايز بس حضرك تقول الجلسة اللي انا عملتها لحضرتك كان مدتها قد دقيقة ماكملتش خمس دقائق او أربعة دقائق كانت دقيقتين تقريبا او 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 تلك دقائق هي من الوصف للكلام للأسئلة للعلاج ماكملتش خمس دقائق من أربعة لخمس دقائق انما العلاج اللي تم او الحاجات اللي تمت عليها بشكل مباشر كحركات علاج طبيعي ما خدتش دقيقتين هنا بقى بقول ان اي شخص يعني يحاول ان هو يتوجه لدكتور العلاج الطبيعي كل فترة يعني يا سيدي هنقول كل شهرين روح له بس يبص على جسمك كله تمام علشان ما يحصل لكش مشاكل يعني هو هيمنع ان انت تبدأ تحس بقلم في ظهرك بقلم في رجلك وانت واقف ما بتقدرش تقف كتير هو لو شافك لو الدكتور العلاج الطبيعي بص على جسمك وزبط لك زوايا جسمك ومفاصل جسمك هيغنيك من انت يبقى عندك وجع في الرجبة وجع في ظهر وجع في كلام من ده ودي طبعا للاشخاص اللي هم العاديين طبعا عايزين ده بصاته عشان انت لما شرحتها لي برضو انت قلتلي ان الانسان مننا وان كان وزنه او ان كان متوزع الوزن بشكل معين على الجسم كامل عشان يكون ماشي بشكل طبيعي ايه او وقف بشكل طبيعي او بيلعب رياضة بشكل طبيعي احيانا بتبقى توزيعة الوزن على الجسم دي مش موزونة او مش مزبوطة صح كده ايه انا مش واخد بالي ببقى مشي ماشي معينة او حاجة معينة ببقى في جنب شايل اكتر من جنب او زاوية يعني هتكلم بلغة بسيطة شوية ايه فيش حاجة مزبوطة في الجسم فبالتالي الجسم ببقاش واخد الوضع الطبيعي من اول القدم من تحت او رجل من تحت الحاد الراس بالدرعات من فوق صح كده دي انت اول ما شفتني كده او اتكلمنا في الموضوع قلتلي انت عندك انا اكتشافت ان فيه رجل اطفل من رجل او رجل اقصر من رجل او رجل اقصر من رجل الزبطناها وبعد كده ما عرفش ايه في الحوض ما عرفش ايه في العمودة الفقري ايوه بس انا مجرد ما خلصت انا حسين بحاجة مختلفة انا كان عندي واجع مش حاسس بي او يعني متعايش مع الموضوع بس انا خلصت الجلسة قمت انا مش حاسس بالوقفة او مش حاسس بجسمي او مش حاسس بحاجات معينة كنت حاسس بيها الاول حصل معي بالظبط كده طيب الجلسة دي يروح لأي دكتور علاق طبيعي يقول له إيه يقول له دكتور علاق طبيعي فاهم يقول له بس يا دكتور بصيلي على جسمي شوف لي جسمي أخباره إيه عايز أشوف هل في مشكلة عندي في الحوض أنا مش واخد بالي منها بععد غلط كتير في العربية معظمنا بيبقاش قعد القعدة الصحي في العربية بيبقاش قعد القعدة الصحي في البيت ممكن الحوض بتاعك يشفت شوية يمين يشفت شوية شمال يعني أنا لو قعدت كده كتير أنا الحوض بتاعي شفت يمين ومع الوضع دك كتير هتلاقي الحوض بتاعك مشفت يمين ده هيأثر على الستربيوشن بتاع الويت على رجلك من تحت انت المفروض الوزن بيبقى نازل بصورة متساوية على الرجل اليمين والرجل الشمال تمام بينزل نص وزنك على الرجل اليمين ونص وزنك على رجل الشمال بعد كده النص وزن دوت ينزل نص وراء على الكعب والنص قدام على الظوابع تمام في الرجل اليمين وفي الرجل الشمال طيب أنا لو حصل عندي ان الحط بتاعي تشفت شوية او رحل شوية يمين او رحل شوية كده التوزيع هتختلف هيبقى فيه نسبة كبيرة من الوقت مش هيبقى بقى 50 على الرجل اليمين و50 على الرجل الشمال هيبقى نسبة اكبر بقى ممكن مثلا يبقى 80 على الرجل اليمين و20 على الرجل الشمال فبالتالي انا محمل على جنب وجنب لا هبدأ احس في الرجل اللي انا محمل عليها اكتر بقلم وانا مش عارف سببه ايه عمال اروح لدكتور الدكتور يكتب لي دوا برضو الالم موجود يا دو بيسكن والالم موجود طيب انا ما كنتش كده ده انا لسه شباب طب الالم ده سببه ايه الالم دوت سببه ان انت بتقعد غلط كتير والحوض بتاعك تشفت مش في مكانه طب من اللي هيكتشف ده دكتور العاج الطبيعي تمام هيكتشف دوت هيزبط لك الحوض توزيعت وزن جسمك هينزل مضبوط على الرجل اليمين قد الرجل الشمال هتبدأ تحس براحة تامة وقتية ولحظية ده اللي حصل معي بالضبط وده اللي حصل معي حضرت عشان انا اخر سؤال الجلسة دي مكلفة الجلسة يعني احنا نعرف ان الجلسات اللي علاجة الطبيعي تبقى غالية شوية بالنسبة لللي عندهم حوادث او اللي عندهم مشاكل او اللي عندهم حاجة معانرة يحل دكتور العاجة الجلسة دي مكلفة زيها ولا قلب كتير لا يعني هي الجلسة مش مكلفة يعني مش زي الدكاترة زي ما بتروح لأي دكتور دكتور أسدان دكتور يعني عادي ما كلنا بنروح لدكاترة وفي الغالي بس انت بتشوف يعني ايه بتشوف دكتور الفاهم الدكتور اللي فاهم هيبقى هو اوفر ليك حتى لو كانت هتتعقق يعني هتدفع شوية بس هينجزك مش هتفضل تروح بقى وتعمل جلسات والجلسات ما يجيبش نتيجة وكلام من ده لأ يعني واخد بال حضرتك نور فينا دكتور الله يخليك سيد محمد الله يخليك عندك اي حاجة تانية عايز تقولها عندك اي نصيحة نقولها للمشاهدين نصيحة للمشاهدين مارسوه رياضة ما فيش حد ما يمارسش رياضة عاش بقى نقولهم على عاش 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 بالضبط دكتور العاجة طبيعي يقول لكم عاش نورتنا دكتور من أكبر الفقرات الله يخليك سيد محمد وإن شاء الله بإذن الله حلقة تانية كتير تقوم معنا انتهت الفقرة الأولى من برنامج بكل روحها دي النهاردة وانتهت بعاش عاش أي حد ما بيمارس رياضة يمارس رياضة فويدها كتير اللي بيمارس رياضة ولا في ضغط ولا في سكر ولا يحتاج لدكتور علاق طبيعي ولا يحتاج لأي مشاكل بل بالعكس هيرجع لصحته بشكل كويس أي حد بيشوفنا دي الوقت ياريت بسرعة كده صور فيديو انت تلعب أي رياضة وابعتولي هزعوا لك الحلقة الجاية واحد بيلعب رياضة يصور الفيديو الرياضة اللي بيلعبها ويبعات لي هزعها له برضو الحلقة الجاية خلصت فقرتنا سنلونا بعد قليل مع زميلي الإعلام المحمد عطية وفقرة خاصة جدا عن دنيا اللي احترام اشتركوا في القناة 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 ورائعة وبجد اسم قوي نسمى النهاردة هاشتاك عاش موجود في كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كل مكان عاش ليه؟ عاش يعني عارف حاجة جديدة مبادرة رائعة طب ممكن لسهولتها؟ سهلة وكلمة جميلة وعاش بتدي التفاؤل والأمل والحياة والصقة والجدعانة والرجولة وعاش يعني الصحة والجسم الجميل في الصحة الجميل طب انا هلبسك على هوا بقى هلبسك على هوا استنى بس هتطلع هدية من عندك بقى العيش هتطلع هدية من عند العيش واقول اي حد هيبعت على فيديو بالنسبة احنا شوفنا دلوقت بالنسبة ليه اصحاب القدرات الخاصة وهي فعلا لعيبة نادي الاهلي بترحب بالنجم إبراهيم بجد إبراهيم يرسوا يلعب في منتخم مصر لزيور القدرات الخاصة بأمانة بجد انا فعلا دي لفتة رائعة من اللي عيدة من الاهلي وفعلا بشكر فعلا كل فريق اللي عملوا على الرأسهم طبعا محمد رمضان وكل الاسطاف في الصقاء والجمال ان هم قالوا عاش وتحت مظلة بكل روح رياضية وطبعا تحت مظلة محمد رمضان هذه اللفتة الطيبة الجميلة اللي انت شوفتها النهاردة انا بجد سعيد عايزين هدية عينية لأحلى فيديو العاش من الكابتل محمد عطي انا هقول على مسجد الشخصية اه وبقوله هو في هدية هتقول لتشرت الزمالك لا 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 خالص والله بالعكس هفاكد انا واخد منك تشرت اهلي صح الله غلال لا لا التعصب طبعا ماتش الكمة طبعا لا لا التعصب طبعا السنة اللي فاتت او الموسم اللي مات اللي فاض الموسم العالماضي انا بتكلم جد ولا يا محمد بجد انا هدي متحف دي هتعتبر هدية قيمة لأي حد لأصحاب الفيديو الرائع المميز اللي نشط بالوقتي واد بهدية لابراهيم مخصوص لا ياريت يكون موجودة على هوا فترة الجاية او الموسم الجاية او اللي واعتبر ان شاء الله بإذن الله حتى في الحلقات القادمة لو حد يتواصل معاه بجد بجد هو دي هتبقى مفادرة منك وباسم الكل روح الرياضية هرتفع معك وتيجي تسلمه بأمانة بجد والله برفع القبا عليك يا محمد وانا بعثتوا على مواقع التواصل الابتنميائي بقى فيه انا هقول لك على حاجة الفيديو بتاع براهيم ده من اول الفيديوهات اللي جاتلي انا مقت لما جاتلي انا خلصت الحلقة اللي بدأت في مبادرة عاجلي جاتلي فيديوهات 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 بس هو كان اول فيديو من زوج قدراتي الخاصة جالي انا عندي فيديوهات تانية دي اول ما الفيديو دي بعتلي انا مكنتش هشاير حاجة على الصفحة بتاع جو ميديا برو دكشري وانزلوا الصفحة شوية مكنتش هشاير حاجة الفيديو ده لما جايلي خلانا شاير معظم من الفيديوهات اللي جاتلي على الصفحة من قبل ما اعرضها في المرنامج اصلا يعني ما خلانيش اصبر او استنى ان انا اخد الفيديوهات دي كلها اعرضها على الحلقة انت بتطنع الحدث قبل ما يطلع الشاشة فخلاني الحامد لله خش بقى في دنيا الاحتراف انا خايف جدا جدا من الحلقة دي لا لا خالص والله انا خيرف الاول مره اكون انت اول مره اكون ديه اه اول مره اكون ديف بالنسبة للبرنامج موياضي بالذات لكن emoc急 ديه لا اول مرة ببببب بببب plan انا متابع برنامجك لا والله لا لا سهل جدا. انا ما اقول ايه اقول طريع اب جابر واسأل حمزة من مالت واسأل مجموعة كبيرة جدا. اللي انت بتنسيطه مع الهوا. اللي مسامحة لتسع طبعا يعني البرامج اليومي بتاعك بتخسله مع الهوا. لا والله لا والله. لا حباية حباية. فضل يا زب حمز. اه طبعا فرق شاسي ان انا باسأل وانت بتجاوب. فرق اللي بقى انت اللي هتسأل وانا هجاوب. طب انت طب استنى الضيف ده من بقى خائف من الاسئلة. اكيد طبعا ما عرفش الوقت اتبعتني السؤال ايه? وفي ناس الوقت هو اصلا مش محضر انت خدتني من الدار للنور. انا براجي كده ما محضرش هيس كريبتو لمحضر ايه حاجة. انت خدتني اصلا على طويل فجأة عالمة. افرادة محمد. اه دون الاحتراف فين. بازن الله تعالى بازن الله تعالى طبعا بعد انت مقدم الرائع وطبعا بشكر طبعا فريق العمل بتاعك ان انت قبل بطلع البرنامج عملت كده اعتبر على دون الاحتراف. واشكر طبعا جو ميديا على ان هي تراعت او راعت البرنامج الدون الاحتراف. تحت مزالة. الله استمر وجمال. وبشكر طبعا كل القائمين على هذه القناة الرائعة والجميلة ان هي فعلا فعلا بقت القناة النهاردة بازن الله في تقبل. ان شاء الله بازن الله ده اقول احسن. واحسن طبعا ان انت النهاردة بقيت موجود. تبترى بسؤال ليه دنيا اللي احترف فيه? والله جاية الطريق بازن الله تعالى ان شاء الله اتعقدت ان شاء الله بازن الله قريبا هيكون على الشاشة ممكن على اول شهر او في ناس شهر جديد. وده هكون في مفاجآت القادمة بازن الله تعالى. انا انا عني مفاجآت بس انادل مشاهدة. هل 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 فيه تغيير في فيه تغيير في الشكل فيه تغيير في المحتوى فيه تغيير في الفقرات فيه تغيير في في الناس اللي موجودة. اهو اكيد طبعا فيه تاجيرات طبعا كل احنا موسم وهيطلع موسم جديد لازم يكون في تاجير. الموسم الجديد هيكون في احدى واحسن وهنكون احنا عاملين شغل كويس. احنا بدأنا بالفعل احنا الترتيب الاوراق من جديد. ولك انسف حمامك القديم. اهو. اهو. بس احنا بقى بينسف حمامك القديم وبننسف البرنامج القديم. بس عشان بس ادي كل زي حق لحق. بطادر. هو الاولين ما فيهش هتنسف في السيزون الاولين كان من اقوى من اقوى من اقوى البرامج الريادة اللي انا شفتها. ماشا واي. هتنسف من الناس ايه يا محمد. انا بس قلقى زيب حمامك في حاجة واحد. هتنسف ان انت النهاردة فيه تغييره بو. تغيير اشفاج. يبقى هتنسف لأ هنسف بقى كل اللي كان وحش. هلغي. وهكمل على كويس. الله نورك. لكن السيزون الاولاني كان قوي. السيزون الاولاني كان كويس جدا. السيزون الاولاني كانت الحلقات بتاعته بصراحة ان كان فريق عمل كان موجود. او ان كانت فريق اعداد كان موجود. او ان كان رؤساء التحليل او ان كل المسؤولين عن البرنامج. حتى الشركة الرعي او الشركة المنتجة اللي كانت موجودة. نعطي كل زي حقا حقا. ففعلا كانت عاملة برنامج قوي جدا جدا جدا. حمد الله. اسمه دنيا الاحتراف. سمع من اول حلقة. لاخر حلقة طلعت في السيزون الاولاني. كنا شايفين برنامج قوي جدا. بازاله. من بداية الانترو في اول حلقة. لنهاية الفنال لاخر حلقة. كل الحلقات كانت كل حلقة موازعة من قبلها. فشكرا لفريق العمل اللي كان موجود فعلا في السيزون الاولاني. اعرف ليه يا زي محمد بجد الله. احنا كلنا فريق عمل واحد. وكلنا كلنا نشتغل بالفعل. والحمد اللي رب امين انحققنا بشكل كويس جدا. بكل الفريق العمل موجود. ولكن كان نفاضل بس حاجات بسطة جدا ان احنا نيقول ايه. هدي هو دنيا الاحتراف بشكل. اه اللي احنا كنا ميحتاجينه. جاي. بازن الله هكونها هيج. انا بقى النهاردة اضافة لك. وبقول على المسيطة الشخصية. وانا مقدم من برنامج دنيا الاحتراف. طبعا ما احترمش هيط طبعا لكل المجموعات الموجودة. ولكن انا خلاص دي مفاجئة. طبعا احنا النهاردة دنيا الاحتراف تشتغل بشكل اخر. وهو التسويق اللاعبين مع الشركات. ان احنا منبر اعلامي وليس منبر تسويق عزيز محمد. علشان الناس ما تفناش غلط ان احنا منسوق لعيبة ونجيب لعيبة ونمد لعيبة. لأ احنا منبر اعلامي لتسويق اللاعبين. احنا النهاردة اي حد عاوز يعمل ان هو احترف بره في اللايا الاوروبية او اللايا العربية. بيبعثينا الفيديوهات بتاعته على رقم الواتساب او صفحة برنامج دنيا الاحتراف عشان نكون واضحين مع بعضينا. اتنين. وده المهمة جدا. ببقى في تواصل لان احنا بين اللاعب وبين الممبر الاعلامي. احنا عايز لك هشتاج عاش للمحترفين. بإذن الله طبعا احنا بقول ايه? انا بقول انا تحت مظلة جو ميديا. بقول. لا انت اضافها الجو ميديا. اه لا والله عاش ليه بجد دنيا الاحتراف هيكون اضافة قوية وبقول اهو في شركة تسويق قوية بإذن الله داخلها. في اكاديميات داخلها مع انا. في موسم قوي. في اعتبر حاجة مفاجأة ليه برضا قصد محمد. دور الجامعات. دور الجامعات. بإذن الله دنيا الاحتراف هتكون هي اللي اعتبر الحصري لدنيا الاحتراف. احنا بنتكلم بكل صراحة. عندنا فريق عمل قوي جدا. احنا بنشتغل بتحت مظلة قوية جدا. وهي اللي احنا تحت راية اللي احنا بنقول اللي اعزين حاجة لنفسنا. ومنقول مجهود. بيشكروا عليه رجالة. نبدأ في احداشر ولا هنبدأ امتا? اه طبعا وفقا ليه الشركة طبعا تقولينا اللي امتا نبدأ امتا. ولكن انا لغاية احتنا هذا. احنا مرتب اوراقنا لحد ده ما اقول انا خلاص الحمد اللي رب زبطت اوراق زبطت نفسي. يلا جو اهد دنيا الاحتراف تعود اليكم من جديد. دي شاشة جديدة. بتطور جديد تحت راية صحة وجمال تحت جومي. ان شاء الله بإذن الله. طيب. بإذن الله. هنقول حاجة تاني في دنيا الاحتراف ولا نخش بكل روح ريا دية. بجد انا انا مش عارف اقولك ايه بنزل دنيا الاحتراف طبعا بشكر في كل القائمين عليها. وشفت الفقرة الاوانية بأمانة بأمانة ارفع قبعة لكل الاعداد اللي قائمين على برنامج كل رحية دية. الله يخليك. نخش بكل رحية دية. ربان اصدر. لا ما. والله نسهل جدا يا حباب. بس بكل رحية دية لما جت فكرت في البرنامج. طبعا البرنامج دي كان شغلني فترة بس ما كانش يقدم المستوى اللي كان مطلوب منه. وقف اشكر اللي كان موجود في البرنامج كاتل انسلام واشكر الناس اللي كانت شغلة في برنامج الاول كان البرنامج الانتاجي بس ما قداش الدور اللي كان مطمئ لما جيت تشتغل بكل روحنا دية بالشكل اللي احنا موجودين عليه دلوقتي انا كتير جدا اقولي اعمل برنامج رياضي اعمل برنامج رياضي كتير جدا مقربين لاني شوفوني في اكتر من حالة بتكلم رياضي شوان في ناس في الكنترول هتلفت حاجة دلوقتي حبيبي يا عمر فاخدت القرار اخد برنامج رياضي بس لما جيت اتكلم في برنامج رياضي انا جيت كل البرامج بيتكلم عن القورة اللي ي الوضغط الجرا تلت become different ودورة ممتاز واللي يهتكلم عن القورة بشكل تحليل واللي ياتكلم عن القورة بشكل ما عرف بشكل فني ماشي انا بعرف بأتكلم بأتكلم الكورة بس انا مش هفيد المشاهد كتير انا بتكلم بصراحة مش هفيد المشاهد كتير انا عايز حاجة اعملها المشاهد يبقى مستفيد بيها او شايف و طلع بمعلوم بيها اخدت الرياضة الواجهة خالص بعيد وجبت كل الرياضات المهمشة اللي محدش بيتكلم عنها عندك كمال أجسام عندك رياضات مثلا زي القونجوفو زي الخراتيز زي الحاجات دي الناس دي في منها أبطال وفي منها ناس كتيرة وفي ناس بس صدق ومش متسلط عليها مظلومين إعلامين فمن هنا خدت الموضوع أنا هاخد الرياضات الأخرى بما فيهم كرة القدم على جنب كده بس مش هي تبقى الدور الأساسي في بكل روح رياضية وهميزنا الألعاب دي إن كانت فردية أو إن كانت جمعية وهبدأ أتكلم عنها وفي نفس الوقت هشتغل إن أي حد ما بيمارس رياضة ينارس رياضة لإن أنا فرق مع الموضوع كنت الأول مش رياضي كنت زي ما رياضة طبعا بلعب كرة وحاجات زي كده لكن أنا بتكلم الفترة الأخيرة ما كنتش رياضي بدأت أمارس رياضة بشكل معين بشكل معين زيقيت الموضوع مختلف جدا فبشجع أي حد بيشوفني إن هو ينارس رياضة فمن هنا خدت بكل روح رياضي وفي نفس الوقت برنامج متنوعة حلوة جدا جدا أنت بيجي في كل الععاب الرياضية موجودة زي ما قالي الدكتور أحمد الرياضة بالعقل السليم في الجسم السليم وأنا حتى قال من حلقة رقم أربعة في العقل السليم في الجسم السليم طيب نزل له مشاركة بس يا شباب كده عشان اللي عنده أي استفسار في أي حاجة من المشاهدين سيد محمد أنا فيه نقطة مهمة جدا أنا عاوز أقول عليها النهاردة بي بي سي النهاردة اختارت سباحة فريدة عثمان مشكورة هي استلم بس قبل ما تقول مشكورة هي مشكورة مشكورة أنا أتكلم عشان أحن تحت أيه ما ظلت أيه كل روح رياضي عشان كده نقول أهي دور البنات والسيدات بالنسبة لم fif operator harabia النهاردة بقى تهمة النواة الحقيق النهاردة اختاروا نهاردة من أفضل 100 شخصية فريدة عثمان فريدة عثمان السباحة السباحة فريدة عثمان والدكتورة رانا الكاليوبي دولك من افضل من افضل مية شخصية مؤسرة في العالم شفت بقى البنات وسيدات المصريين بمنوا ايه اه منذبين اه يعني انا هقول ايه بس بجد والله هقول ايه انا بامانة يعني سعيد جد انا تحية لكل سيدات والبنات المصريات الموجودين اللي رفعين راسنا فوق بجد والله يا محمد انا بتكلم بجد سيدات مصر فوق العلالة بي لعبوا رياضة للقرة القدم من افضل مية شخصية في العالم احتبا عندنا صلاح عندنا الننة عندنا ترزيجية عندنا عندنا كثير في الكورة وعندنا مجموعة كبيرة جدا البنات برضك بالنسبة لصرع صام في الكورة القدم ومتلعب فين في الدورة الانجليزي لل كورة النسائية انا برضك برنامج لأظن اني احتراف واخر برضك جوزة كبير جدا لكورة النسائية قردة نسائية برضو وهمشة شوية اتشفت حاجة وهل لك على حاجة في القرى النسائية دي فضل انت رجحتين لتذكرها مثلا كنا في 2009 أو 2000 تمام كان في بطولة عربية خماسية نسائية هنا في مصر بطولة إفريقية أفريقية صح كانت تسعة تسين أو 2000 2000 أنا البطولة دي كنت بحضرة في المدرجات يأ والله كنت لعب في نادي زماني هنبص بقى قرار كنت لعب في صالة لعب زماني كنت منتخب مصر خد مركز تاني وكان منتخب مغرب خد المركز الأول مفاكر على المباراة دي مفاكر على البطولة دي حضرتها كلها طبعا أنا طبعا أقولي كرة نسائية لازم أتكلم على الدكتورة صحر صحر الهواري صحر الهواري يا سيد محمد يعني هي الليها الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى في اختراق لمجال كرة نسائية في مصر طبعا وتحديد منتخب القوم الكرة نسائية هقولك على حاجة هي نسبة مش نسبة بالزبط ولكن تقريبا كان معي مكلمة لأستاذ فرج عامر ومهندس فرج عامر من كاميون فقال لي أنا عندي 80% من الألعاب اللي عندي 80% ألعاب أخرى و20% كرة قادر واخد بالك من النسبة 80% ألعاب أخرى و20% كرة قادر لما هتيجي تبص للطبيعي برضو أو الخارج بعيدا عن كلامي مهندس فرج عامر فعلا الألعاب التانية نسبتها كبيرة جدا تبتتكلم في 80% بس مش متسلط عليها إعلاميا ومهمشها إعلاميا صح فعشان كده مش وغدة الشعبية الكاملة أو وغدة الاهتمام بشكل كامل فخلينا نتكلم عن الرياضات الأخرى أو خليني أخدك في حتة أنا عايز كل أحد بيشوف في دوقتي العبرياضة وده حاجة بطيس؟ ما صحتك لي؟ بدل الكرشي اللي إحنا فيه ده أنا عمرياض أنت كده بتحريكني على بكرة هاتني مشال الكابت المحمد ماذا؟ أنا ماذا؟ سكنها بس الكابت المحمد يمنينها فيديو وبعثولها الأزيات الأكع العيش بتحريكني كده طبعا انا اعرف طبعا هي فكرة القرى عامة او رياضة تحديدا لا الرياضة بجد فيها حاجة كتير جدا فيها وانصر انت لاك رياضة بالفكرة؟ انا كنت لعب كرة قدم وحرس مرمى كمان وحرس مرمى شفت بقى والله قد ده حرس مرمى بقى ما لعبتش رياضة تنقر القرط اللي لاي قد تلعب بالي بقى مسابه طويق انا حايزة حازم بي حازم المال حازم انا بقى قد ده والله قد ده بالنسبة للرياضة كرة القدم هي فعلا الرقم واحد والشعبية هي كرة القدم لكن في بقى الرياضات زي ما قال طبعا المهندس فراج عامر تمانين في المية مهمشة وفي ناس الوقت موجودة في مصر انت عندك قرم جابر عشان ما نساش اسماء عشان انا برضو في اسماء كتيرة مش حافظها عندك قرم جامر عندك قرم جابر عندك راني علواني عندك منتخب مصر للشباب لكرة اليد ومنتخب مصر التحت 18 سنوة لكرة اليد وغدين بطولات وغدين مراكز عندك بطولة رياض اللي في زمانك ممكن كويس الله ببرنامجك اصلا بيتكلم في حاجات دي بقى صعبة اي برنامج رياضي او برنامج بالنسبة لبرامج الفلترفيزيون عاماتا بدون اي كنار ما احترامش شديد طبعا لكن مفيش حد تلت الدوق على البرامج او الرياضة اللي عندك انت بأمانة شديدة جدا انا بيشهادة حقودم ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم بأمانة شديدة جدا اسم محمد وبقولي الكلام ده يعني بيشهادة يا ربنا ان انت بجد برنامجك ان هو بيغطي كل الرياضات مش رياضة كرة القدم ولكن كل الرياضات الموجودة عشان كده بشكر جدا في كل الروح رياضية حبيبي حبيبي اعطيها و ربنا خليك طيب نصيحة برضو انا عايز منك نصيحة من اي حد بيشوفني دلوقتي انت مفي مرس الرياضة دلوقتي بيبكرش لا بسأل منك نصيحة برضو انت كوجهة اعلامية نصيحة انا عايز اي حد يشوفني يبعاتلي على عيش بأمانة اتمنى من كل اللي احنا في كل جروبات الموجودة اي حد بلعب بيش كرة انا مش عاوز كرة يا جماعة احنا في جروبات موجودة لا عادي بيجي لي كرة بلها كرة معلوش مش كرة انا بقول او مش عاوز كرة لكن اي حد عنده فكر و عنده رياضة و بيحبها يبعاتوا احنا طبعا تحت مظلت في كل رياضية هنعرض الفيديوات بتاعيكم احنا عرضنا كل الفيديوهات انت ما شاء الله عليك انت شوفتك لا لسا لسا في عندي تاني لا فيديوهات كتيرة جدا مشكورة بس انت عملت كل الرياضات الموجودة في مصر و برا مصر انا بأمانة انا بشكرك جدا بجد و انت اتقبتي جدا بس محمد في برنامجك و كل القائمين على برنامجك بجد ان هما يتعابوا اوي 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 عندي تامر عندي رئيس تحليل البرنامج و فيه الملك و فيه كتير و فيه واشكر اللي برا اشكر محمد عزت واشكر ناس كتيرة جدا موجودة برا عشان ما ننساش حد برضو انت لو كدش بتلعب حراسة مرمى او ملاك مشكورة حراسة مرمى كنت هتلعب ايه سيباكم البني و سيباكم من الالعاب دي كنت تلعب جيم جيم طب ما هتلعبش جيم من ايه دلوقت بجد الفكرة باقتصار ان انت عندك وقت طب انت تلعبك الجيم قبل كده اه انا اي حد فينا على فكرة مش كبير ولا صغير ولا سيدة ولا بيت ولا ولد ولا اي حاجة ولا بالسند الجيم يا جماعة انت اي حاجة بترب بالجسم وتأس و انت بتلعب جيم محمد و انت بجي من الله و كل حاجة بقى امانة يعني احنا خلاص بقى نتكلم بقى سلسة كديش شوية بقى لا 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 احنا نتكلم بصراحة اقول لك على حاجة عشان قدي قدي كل زي حكراهاك تامر في مرة قال لي كلمة تامر عم نجيد رئيس تحريك برنامج كنا نتكلم عن الجيم و كده فلخص للموضوع كله في كلمتين قال لي انت عارف يعني اي واحد يحس بقيمة جسمه او يحس بجسمه لخص كل الكلام فعلا الكلمة دي انا خلتها من تامر او فعلا يعني اي واحد يحس بجسمه او واحد يحس بجسمه انت عضلة دي انت فيها بيتحرك انت بتيجي بيتحرك ان لازم كل جسمه بيتحرك الجيم هو كل حاجة بجسمك بيتحرك الفكرة انت ازاي بنتحط الجسم السليم في العل السليم هادي المقولة الموجودة بأمانة ليه انت الجيم انت عبارة عن كل حاجة توفرة في جسمك بتطلحها في السابة الجيم صح اقول لك على قلت الكلام ده في اول حلقة بقوله الجيم ده فرق فرق فكر عندي فرق طاقة ما خلنيش متوتر ما خلنيش بياخد مني سرحان وقت كثير خلنينا كويس خلني اكون كويس خلاني افكر بشكل كويس خلني ننظم اوقتي بشكل كويس انا مكلمة بجد كل ده حصل بعد الرياضة خلاني اكون بفكر لابعد خلاني اكون الشغل بتاعي منظم اكتر في حاجة كتيرة جدا اتغيرت من غير مغيرها هي مجرد ممرست رياضة اتغيرت لان بقت فيه موعيد بقى فيه مجهود بقى فيه اكل بقى فيه نوم بقى فيه حاجة كتيرة جدا رتبة الموضوع وده عامة حاجة الفكرة محمد هي عامة ان الجسم والقورة والرياضة والجري والمشي حتى المشي مشي مسافات طويلة بيخلي بزبط الجسم بيزبط العملية الهوى رايح جاي النفس بتجري برضك ده الرياضة بتشيل حاجات ده الرياضة بتعمل اي حاجة اسمها رياضة نورتين حامل ربنا يا خريجي محمد ربو بكل الروح ياضية وعاش بكل الروح ياضية طبعا بامانة شديدة جدا واشكر كل القائمين مرة اخرى على عاش والهاشتك عاش انه فعلا عاش البطل محمد رمضان خلصت حلقتنا بس مخلص البرنامج لسه مكملين ومكملين معاكم بكل الروح ياضية بشكر الاول الدكتور احمد عبدالله اخ الصائل علاج الطبيعي في مستشفى العجوزة بقوة المسلحة على المعلومات اللي خطى منه بشكر زميلي محمد عطية نجم دنيا الاحتراف وعودة قائل البرنامج ان شاء الله بإذن الله اليام اللي جاية دي جدا عاش تاني بعيد بقول عاش ونزلولي الصفحة اللي اتبعت عليها الفيديوهات نفس مصر كلها تمارس رياضة عايز الحلقة الجاي بمعايا اكتر من 100 فيديو وفيديوهات اكتر واكتر من اللي بتتبعتلي اي حد بيمارس رياضة يبعتلي على الصفحة اللي موجودة جوميديا برو دكشن اي رياضة بيمارسها يصورهاولي ويبعتهاولي بس ياريت الفيديو بقى قصير عشان اخد اكبر كم من الفيديوهات ميزيتش مثلا عن 30 ثاني واي حد ما بيمارس رياضة يبدأ معايا بجاري يبعجل باي رياضة يلعبها علشان يبدأ معانا بعاش ونبقى ان شاء الله باذن الله مصر كلها بتنارس رياضة لان الرياضة بتفرق كتير خلصت حلقتنا استنلونا الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة